تستمر ضغوط الأمريكية على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي مدفوعة بهواجزة أمنية لدى واشنطن باحتمال حصول اختراقات قد تتيحها شبكة الجيل الخامس التي تطورها شركة الاتصالات الصينية هواوي وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لاتخاذ قرار بشأن السماح لهواوي ببناء أجزاء من شبكتها الجديدة تحاول واشنطن الضغط لحتها على عدم السماح بذلك المخاوف الأمنية التي تحيط بالجيل الخامس لهواوي كان محور نقاش بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن القومي لبريطاني قراره حول هواوي الأسبوع المقبل كما سيناقش وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوشن ونظيره لبريطاني ساجد جاويد الأمر في نهاية هذا الأسبوع وحذر العملاق الصيني قد يكلف بريطانيا مليارات الدولارات كما سيؤدي لتأخير شبكة الجيل الخامس وخذ الاجتماع الثلاث الأمريكي الفرنسي حول الأمن السبيري في باريس طلبت واشنطن من باريس اتخاذ إجراءات أمنية قوية ضد شركة الاتصالات الصينية محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤثر على التبادل لاستخبارتي بين واشنطن وباريس تعتبر هواوي أكبر صانعا في العالم لمعدات التحويل لشركات الهاتف والإنترنت لكنها واجهت تدقيقا متزيدا بسبب اتهمة واشنطن بأنها قد تكون أجبرت من قبل الحكومة الصينية على توفير الوصول إلى بيانات المستخدمين على شبكاتها وهو ما تنفيه الشركة